تتزايد عداد القادمين من معارة النعمان وريف إدلب الجنوبي باتجاه مدينة عفرين مع تزايد وطيرة القصف الذي تتعرض له تلك المناطق الأمر الذي وضع المنظمات والمؤسسات الإغاثية والإنسانية أمام مسؤولية تأمين مأوى لهم خصوصا مع أزمة السكن التي تعاني منها المدينة بسبب موجات نزوح المتكررة إليها والله يا أخي طلعنا من دورنا نهدد دورنا وظلت أراضينا وفيوتنا وطلعنا بالتياب نحن أولادنا وباركين هون بهالصالة هاي لا تدفئة لا أكل معيشة صعبة يعني خلينا كل شيء ورانا وجينا وعندي عيلة 12 نفس مجموعة من المنظمات العاملة في منطقة عفرين أطلقت حملة تحت عنوان أهل العز لاستقبال النازحين وتأمينهم في مراكز إيواء موقعة إذ تم تجهيز عدة مواقع مغلقة وتزويدها بالخدمات الضرورية كما سيتم في الأيام القادمة تزويدها بخدمات التدفئة والكهرباء والإنترنت طبعا نحن نشتغل بحملة حملة أهل العز فريق منهم التطوعي منظمة الأمين والدفاع المدني وعدة منظمات طبعا كنا نجهز لاستقبال الأوائل التي تنزح من المعرة حاليا نحن نشتغل على أربع صالات هي مراكز إيواء منحط فيها خيام تقريبا نحن نستوعب سبعين عيلة ضمن الخيام وعندنا كمان هلأ صالتين عم نجهزهم فهنا نحن عدنا خطة أنه راح نستقبل أكثر من مية وخمسين عيلين أملهم مأوى بالإضافة كمان أنه نوزع لهم حصاص مواد تدفئة وصوبيات سوء الأحوال الجوية وقلة فرص العمل تزيد الوضع سوءا على النازحين القادمين من إدلب نهيك عن عدم استقرار الأوضاع الأمنية والخدمية في عفرين كلها صعوبات تحتم عليهم التأقلم مع واقع جديد فرض عليهم مع استمرار تدفق قوافل النازحين باتجاه منطقة عفرين بدأت المنظمات الإغاثية والإنسانية بالتحرك ومد ياد العون لهم واستقبالهم في مراكز إيواء مؤقتة ريث ما يختارون وجهتهم الأخيرة هاري تاطين تلفزيون سوريا من منطقة عفرين ريف حلب الشمالي